موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشطكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد نبدأ نشطنا الاقتصادية اليوم من بورسة الدار البيضاء التي أغلقت تعاملاتها اليوم على انخفاض حيث تراجع مؤشرها رئيسي مازي بنسبته 0.34% ليصل إلى 13847.78 نقطة كما شهد مؤشر مازي ميدان سمول كاب الذي يتتبع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورسة تراجعا بنسبة 0.29% ليستقر عند 2211.12 نقطة وفي طريق الجهود المبذولة لدعم القطاع السياحية كدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن فاطمة زهر عمور أن برنامج كفاءة للمصادقة على التجربة المهنية يرمو الاعتراف بمهارة 7550 مهنيا في القطاع السياحي في أفق سنة 2026 مع هدف نولي يتمثل في إصدار 1100 اعتراف خلال سنة 2024 وأوضحت السيدة عمور أن هذا الشطر الأول يغطي مجموعة وسعة من المهن الأساسية من قبيل الاستقبال المطعمة والإيواء السياحية مضيفة أن الأمر يتعلق بموظفية الاستقبال وصولا إلى رؤسائي طهات مرورا بل مشرفين على الفندق والمسؤولين عليه هذا وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة زهر عمور أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذه السنة وسجلت الوزيرة نجار يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص حيث استقبل المغرب مليونين وستمائة ألف سائح وأبرزة الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة عشرين بالمئة مقارنة بشهر يوليوز 2023 مشيرة لأن هذا النمو يشمل المغربة المقنين في الكارج وكذلك السياح الأجانب وبالموزاة مع ذلك لحظت السيد عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة نتابع الآن مشاهدين بأسواق الطاقة تراجع تسعر النفط اليوم موصلة خسائرها بعض انخفاض بأكثر من أربعة في المئة يوم أمس وسط مخاوف إزاء تبطئ نمو طلب العالمية وهبطت العقود الأجلى لخامي برينت تسليم نوفمبر 28 سنة لتصل إلى 73 دولارا و47 سنة وذلك بعد أن هبطت بأربعة فصل تسعة بالمئة في الجلسة السابقة وهبطت العقود الأجلى للخامين القياسيين لأدنى مستوياتها منذ دجمبر وسط مؤشرات على تراجع نمو الاستهلاك العالمي وفي أسواق المعادن استقر التسعر والذهب اليوم وسط ترقبية تقرير شهرية عن الوظيف في الولايات المتحدة والذي قد يغطي بعض الدلائل على وقت خفض مجلسي الاحتياطي الاتحادي لأسعر الفائدة هذا العام واستقر ذهب في المعاملات الفورية عند 2493 دولارا و34 سنة للوقية بعد أن هبط لأدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم أمس نكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام نلتقي بعد قليل في موجهة لأهم الأنباء دمتم في أمان الله